بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى الرسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا متعودين ان احنا نقعد مع جلساء ونشوفهم اثرهم ايه على حيات دي ان احنا بنستوص بكلام حضرت النبي مثلا للجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك وناف خير كير فالنهاردة هنقعد مع جليس شوية ما فيش يكاد يكون محد السلم منه الايام دي الجليس اللي احنا نقعد معه النهاردة جليس شويتين تلاتة تيل علينا عشان كتير مننا دلوقتي بيشتكوا انهما دايما حاسين بالتعب في ناس مننا عندهم امراض مزمنة او حتى المؤقتة اللي بتخليهم محتاجين راحة او بيحتاجوا حد يساعدهم خصوصا اباءنا الكبار في السن لكن احنا بنتكلم على حاجة تانية تكلم على الناس كتير من الناس اللي عندنا اللي عندهم صحة بس يبدو انهم ما عندهمش عافية ايه و ايه الفرق من بين الصحة والعافية العافية دي حاجة هي الاثر اللي بيحصل للانسان لما يكون عنده اكتمال في شعوره بانه هو قادر انه هو يعمل حاجات لكن بيبقوا اغلب الوقت الناس دولة اللي هما عندهم صحة حاسين انهما منهكين ايوة النهاردة هنتكلم عن الانهاج يعني الانهاج احنا قاعدين وحاسين ان احنا مش فاضل مننا حاجة كتير من الناس تسمع منهم بيقولوا احنا هنحاسس اننا مش فاضل مني حاجة اه صحيح الناس بيكتهدوا كتير جدا وبيتعبوا كتير جدا عشان يحسنوا حياتهم لكن بيقولوا المشكلة اننا مهما ارتحنا فترة او اخدنا اجازة بنرجع تاني بسرعة وبنحس بالانهاج احنا ساعات بنحس بالانهاج حتى واحنا في فترة الراحة الشعور دوت شعور صعب اوي ان الواحد يحس ان هو بيعمل ايه كل يوم بيعدي بيتخسم منه بحس ان هو مش قادر تلاقي الناس بتمسك ايديها كده وهيحس ان هي وكأنها كبرت وكأنها الزمن بيعدي عليها وبيحسسها ان هي اتقدم بيها عشرات السنين كانهم بيقولوا ان هم حسين انهم منهكين شعوريا مش بس منتهى بأداء المسؤوليات والمهمات والأعباء اللي عليهم والضغوط لقوا ما حسين ان هم من جوة منهكين فيبقى عندنا سؤال ليه اغلب الوقت احنا حسين ان احنا منهكين وحسين بالانهاك فيه مجموعة من اسباب اللي بتخلي زواتنا هشة في الحياة المعصر وبتخلينا نحس بالانهاك زي ايه اول حاجة الرغبة في السيطرة على الحياة ان الحياة بقى اندر كنترول فيفضل واحد فينا طول الوقت بيجري وممكن يصارع عشان يسيطر على حياته وده اكبر عامل من عوامل احساسنا بالانهاك ليه دايما البلون للناس احنا حياتنا مش اندر كنترول لو عايزين نكملها يعني بالانجليز احنا حياتنا اندر مرسي احنا حياتنا تحت الرحمة فالحياة مش تحت السيطرة الحياة تحت الرحمة لان الله سبحانه وتعالى قال ليس الله بكافر عبده تاني حاجة بقى يبقى اول حاجة الاحساس باني لازم كل حاجة سيطر عليها طب لو عامل كل حاجة سيطر عليها مفيش حاجة بيسيطر عليها فحس ان انا تعبان مش قادر تعبت من كترح محاولة السيطرة ومش قادر يا سيطر تاني حاجة هم التدبير انا شايل هم الرزق والان عليه والان على الولاد والان على النجاح والان على الشغل والان من المدير وتوتر وحالة من حالات التمزق عارف انت واحد متمزق وما عندنا الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقوكم وما توعدوه يعني تطم من قلبك وخطط وسعى وتحرك واعبد ربنا سبحانه وتعالى واخد ان انت تاخد بالاسباب وإيه اللي حصل وانظر اللي ودي ربنا وساعد وساعد لو اخل اهلك في الحياة لكن ما ايه اللي حصل ما تشيلش الهم ياك تشيل الهم او تت ياك تشيل الهم لان في الحقيقة لو ما تشيل الهم ايه اللي هيحصل فيش حاجة تغير يبقى ايه اللي هيحصل رزقك عند ربنا محفوظ تالت حاجة بتخلينا بقى محاسين بأن هناك تحصيل المنفعة بالكذب زي اعتيات التمثيل وبرأة الصورة غير حقية عشان نكون محل اعجاب لللي حوالين ويا سلام بقى يا سلام على الكلام دوت في السوشيال ميديا ايه مباحطر في السوشيال ميديا انا فلة انا احسن فافضل امثل قدام الناس امثل قدام العيلة امثل قدام الاولاد امثل قدام الناس ان انا زي الفل عشان يبقى عشان نحصل اي منفعة وبيخلي الانسان يحس كأنه ذاته بتتآكل رابع حاجة بتخلينا نحس بالانهاك ادمان الهروب ان انا نتعود ان انا اهرب من المسؤوليات اهرب من كل حاجة اهرب من الناس اهرب من اي حاجة في ناس بتظن ان هي لما تهرب هترتاح بيفكرون بالاطفال الصغيرين لما كانوا يغمطوا عنهم لما يجي حاجة تكي تخبط فيهم مثلا فيه عجلة جاي عليهم وتخبط فيهم ويغمضوا عنهم غمضوا عنهم كأنهم لما يغمضوا عنهم يعني الحاجة الخطر عا تزول ادمان الهروب ده من اي مسؤولية او من اي تحدي بنمر بيه ومش بيخلينا مرتحين من اشد الاسباب اللي تخلينا نحس بالانهاك شوفوا الناس اللي بيدمنوا عمل عشان يهربوا من مسؤولياتهم في اصلاح علاقتهم من الاسرية يسيب البيت ويروح يشتغل يسيب البيت ويروح يشتغل في الاخر خلص ايه؟ بيخلص او يدمنوا اللزة هروبا من اي حاجة فيفقدوا الاحساس بالامتلاء فيحصلوا نوع من انواع الخواء ويحسوا ان زواتهم غير محترمة لان هو بيحاول يملأ حياته باللزة خمس حاجة ودي صعبة شوية ادمان الكسل ادمنك ادخل ادمان الكسل ده من اشد الاشياء اللي بتخلي الانسان يحس انه منهك طب هل مدمن الكسل؟ خلينا اقول لكم عشان نوضح لكم هل مدمن الكسل؟ مرتاح؟ ابدا وعشان كده حدث النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يستعيذ من العجز والكسل اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل العجز والكسل فمدمن الكسل من اكثر الناس شعورا بالتعب والانهاك لانه بيحصل له ايه؟ بيعرض ذاته للصدى والتآكل عارف الحاجة لما تركنها؟ تبوز الساعة لما تسيبها الدائرة الكهرباء بتاعتها تبوز انت لما تسيبي الحاجة بتتآكل وتفسد مدمن الكسل من اكثر الناس اللي بتتعب وبتتعب اللي حواليها عشان كده اللي التكالي والاعتمادي دولة بيبقوا مهلكة للي حواليهم فبيحسوا ان هو عب عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا استعن بالله ولا تعجز حاجة ستة كمان اللي تحسسنا بالانهاك ادمان الشكوى يا الله على مدمن الشكوى دولة مدمن الشكوى دولة ان واحد بيحصل له ايه؟ ادمان الشكوى ده بيعمل انسان عن رؤية مدد الله والنعمة والفضل فايه اللي يحصل؟ فلي يضمن الشكوى ده بيضمن الشك وفا بيحس بإيه إنه ما فيش سناد وما فيش نعمة وما فيش حاجة بحواليه ولا بيشوف أبدا حياته إلا سودة فلازم يحس بالإنهاك ده وما حس في الإنهاك يبقى فيها غلط سبع حاجة كمال ممكن تحسسها بالإنهاك الإفراط في الاستهلاك يبقى معنى كده إن السبع حاجات اللي رحنا نذكرينهم غير دلوقتي ده وقت إلا حاصل السبع حاجات دول إيه اللي منهم الإفراط بالاستهلاك إن الواحد يعيش الحياة بثقافة الاستهلاك وإن الاستهلاك ده هيخليه يرتاح في حسن هو منهك ومهلك وحسن هو في حالة هلاك لإن الاستهلاك ده يخلي الإنسان حاسس إنه ما فيش رصيد ولكن الإنتاج يسعد الإنسان لإنه بيطوره ويخليه يحس بالوسع ويشوف النعمة ويشوف مدد ربنا سبحانه وتعالى ويشوف سند ربنا سبحانه وتعالى لي ويزيك من أشكال الإفراط في الاستهلاك إدمان وسائل التواصل الاجتماعي فيشوف الناس بتدمنها في طعب الساعات بلا هدف على وسائل التواصل الاجتماعي وقلبه يتحرق ويتوجع من المقارنة ما بينه وبين الناس اللي عندهم وهو ما عندوش والتشتت ما بين ده ما بين إنه هو يحب يعمل ده ويحب يعمل ده ويحب يعمل ده وكمان من الحاجات اللي كمان تحسسك بالإنهاك عدم سيانة العلاقات ونزيك حدث النبي يقول تحبوا تهادوا تحبوا يعني ايه استمروا في سيانة العلاقات فعدم سيانة العلاقة بيعرضك للاستهلاك ويخلينا حسين بالإنهاك فإنك انت تضمن العلاقة زي ما واحد يضمن علاقته بمراته فهي هتروح فين يعني مع مراتي وهي تقوله هو هيروح فين مجوزي ما أنا ربطه معي بالعيال وربطه معه بالمسؤوليات فيحس بإيه بالإنهاك ما فيش أي تجديد أي تجدد في العلاقة ويحس انه مش من أولويات ويحس بعدما الاهتمام ويحس بانه دايما مفتقد حد في حس بالإنهاك كل الأسباب دي بقى اللي احنا قلناها الأسباب التمانية دولة تحس إنسان نومونك وتخرجه من إطار الاتزان مع إن الاتزان يا سيدة ومفتاح ذوق حلاوة الإيمان نحفظ كده الاتزان مفتاح ذوق حلاوة الإيمان والعيش في راحة وأمان الاتزان كل ما الإنسان يكون صادق ويتحمل مسؤوليته تجاه ذاته والأخرين من غير مظلومية وأنه يعيش دور الضحية وكل ما الإنسان يعطي لكل شيء حقه ومستحقه زي ما كده في التجويد يقولك إيه تعطي الحرف حقه ومستحقه فلما تعطي الحاجة حقه ومستحقه تنور في حياتك من غير ما يضغط جانب على جانب أو يهرب عشان يظنه أنه يرتاح البال لما يعمل كده يعيش لما يعمل إنسان يقوم بمسؤولياته ويده كل حاجة حقه ومستحقه يعيش مرتاح البال وحدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن لنفسك عليك حق وإن لربك عليك حق ولي ضيفك عليك حق وإن لأهلك عليك حق فأعطي لكل ذي حقا حق اتزان كل حاجة تاخد حقها ومستحقها طب نعمل إيه عشان نحس بقى بأن قلوبنا ونفسنا مرتاحة أول حاجة حدد أكتر سبب أو سببين بيخلوك تحس بالإنهاك وابدأ خطوة خطوة بعيد عنهم وخطوة تخرج من أسرهم يعني خطوة تبتعد عنهم وخطوة في اتجاه الحل أضرب لك مثال أحد أسباب الإنهاك عندك مثلا أنت وجد أن أحد أهم أسباب الإنهاك عندك هو إدمان الشكو توقف عن الشكو وإن لحصل وتكلم عنه وحاول تتعلم كلام حلو وتتكلم به عن حياتك أنت عامل إيه؟ والله العظيم أنت مش عارفين إلا أنا فيه دا واتمعرفش لأ توقف عن دا وفي نفس الوقت تقول إيه؟ الحمد لله في نعم فالناس تستغرب أنت وكنت بتشتكي أنت عايش في نعمة بس أنت مش شايف وإن تعوده نعمة الله لا تحصوها الشخص المنهج دا لو فيه نعمة زي نعمة الصحة أو نعمة نعمة زي أن زوجته ست طيبة اتغيرته بقت عصبية ولا تغيرت يحس أن حياته كلها تدربكت أنت في نعمة وعشان كده إيه لحصل فإذا كنت في نعمة فرعها لازم ترعى النعمة فإن المعاصي تزيل النعم فيا سيدي ارعى النعم ولئن شكرتم لا أزيد أنكم فلزيك إلا حاصل على طول اتقدم خطوة نحو شكر النعمة واتكلم بكلام حسن طيب تاني حاجة ممكن نعملها إيه؟ كل يوم إن وإن تتعلم حاجة جديدة في حياتك ولو بسيطة وتجرب تطبقها في حياتك لما تعمل كده إيه اللي حصل حياتك تحس أن فيها إضافة فلما تحس أن فيها إضافة دايماً أقول لكم قاعدة كده في الحياة كلما زادت قدراتك زادت إيه؟ زادت العافية في حياتك كلما زادت قدراتك حاجة غريبة جداً كلما تزيد قدراتك تزيد العافية فيك وإذا كان حضرت النبي كان اللهم إني أسألك العافية والعافية تعفوا عني وتديني عافية عشان أحس بوسع حياتي وإن زيك يقل إيه؟ لازم نمشي في العافية والعافية دي تخليك تجدد حياتك يبقى أنت أيه إيه اللي حاصل؟ طول الوقت اتعلم حيات جديدة إذا زادت القدرات إيه اللي حاصل؟ على طول الإنسان بيحس بسعة الحياة يبقى زيادة القدرات توسع الحياة تالت حاجة اختار علاقة من علاقتك المهمة وإعمل أقرب حاجة تشيله غبار من عليها يعني تشيله إيه؟ لما على العلاقات أعمل سيانة على العلاقات وليكن مثلا أنك تخبط على باب قوضة بنتك أو ابنك وتحضنهم وتسألهم وعملينه النهاردة وتحسسهم بأنك أنت مشتق لهم بس مش هايزين أي حاجة مش هايزين أنك تنقل موضوع ضخم عن موضوعات المستقبل والحياة تتكلم فيهم اعمل ده بس اعمل طبق كلام حضرة النبي لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انتلق طبق ده طبق العمال البسيطة اعمل كده فيها رابع حاجة خلي ليك مناجامة على الله سبحانه وتعالى كل يوم تشكره سبحانه وتعالى على النعمة من النعمة اللي ودهلك ودعي دايما في الصبح وفي المساء وقول كده ربنا ربي أدرك عبدك من عودته مددك تقول كده ربي أدرك عبدك من عودته مددك بجميل ما عندك قل له كده ربي أدرك عبدك من عودته مددك بجميل ما عندك تقول الكلام ده في الصبح تقول الكلام ده في المساء ربي أدرك عبدك ايه يا سيدي من عودته مددك بجميل ما عندك يا سلام تحس كده ان الدنيا بتتسع تحس بالنعمة وساعتها تحس ان انت مع الله سبحانه وتعالى الحاجات اللي احنا قلناها دي عساها عساها تساعدك بشكل واضح ان انت تكون مع الله سبحانه وتعالى وتكون دايما في ساعة مولاك سبحانه وتعالى يا سادة لازم نعرف بشكل واضح وشكل دقيق ان ايه يا سيدي لازم نعرف ان احنا وانحنا عايشين في مدد ربنا سبحانه وتعالى مدد ربنا اللي ينتهي لازم تعرف حاجة مهمة جدا 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 عارف لازم تعرف ايه تعرف ان عطاء ربنا لا يتوقف خزائنه ملقه كمل بقى شويه كمل معاه خزائنه ملقه سحاق الليلة والنهار ربنا خزائنه ملقه سحاق الليلة والنهار بتنزل خزائنه على مين عليك ولزيك انت بتختسل لما بتصلي بتختسل بتختسل من مش بس من ذنوبك اذا كانت الذنوب الاشد قوة من همومك بتروح فازاي انت وبتصلي ما تخسلش همومك كمان تعود ان كمان الانهاك اللي عندك ده مش بيفوق بدنك بيفوق قلبك من الانهاك خليك مع كل صلاة بتحس ان انت كأنك تولد من جديد رأيت ان كان على باب احدكم نهر يتوضأ منه خمس مرات ايبقى من درني هي شيء ما قالش ايبقى من زنبي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ايبقى من درني هو الانهاك والتعب والوجع والألم والمظلومية والاحساس بالعذمية والاحساس بان انت ملكش اهمية مش كل ده درن الصلاة بتخسل الدرن ده وعشان كده حضرت النبي قال لي سيدنا بلال ايه ارحنا بالصلاة يا بلال مع السياة دي مجلبة للراحة وعشان كده انت لازم تفتح ابواب الراحة على نفسك تفتح ابواب الراحة على نفسك بمدد ربنا سبحانه وتعالى لازم كمان شيء مهم جدا وانت عايز تتخلص من الانهاك ده الانهاك ده من ايه من كسرة الهموم ومكسرة الاشياء طفل ربنا ربنا سبحانه وتعالى الباقي معك ما ودعك ما ترككش سبحانه وتعالى أبدا فلزاك انت لازم تستمر مع مولاك ولازم تعيش حقيقة ان هو سيدك معاك لا يتركك أبدا وياك تصدق كده الوجع والألم ان الحياة بتموت وان السعادة تعجز وان الفرح اتخنق وان السعادة تعجز لما الزمان بيموت وان الفرح وان الزمان والشكالح مليان سواد والهم فيه مكبوت كل الأكاذيب دي يا صاحبي تدوب لما ييجي الصبح وفي ايده طبق القوت كل يوم الصبح ييجي ويا شنطة فرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنوره في قلوب المحتاجين تطرح منح الصبح يا صاحبي مش مجرد نور الصبح باب جديد للحياة وتفتح فتحوا قلوبكم ومتستثلموش لنفسكم الأمر بالسوق أكيد الإنهاج ده هيرزول وأكيد انتوا عاد تكونوا مع ربنا على طول وهو يحمل عنكم عمكم ويخليكم ويبث فيكم القوة وكمان سبحانه وتعالى يمدكم بمدد أمن انتوا فاكرين ايه معنى قوله تعالى أليس الله بكاف عبده يعني المدد والسعد هيكون دائما في حياتك يا سادة احنا معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسره اللي دايما بتبقى جسر من نور دايما جسر النور دوت يوصلنا ببعض ودايما جسر النور دوت يكون معانا ودايما بنكون مع حضراتكم وبيوصل لنا أسئلتكم أسئلتكم مباركة اللي هي دايما بتكون سبب من أسباب حضرنا في مجلس العلم وحضرنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف أول سؤال وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك السؤال اللي أولانا بيقول ايه يا دكتور عمر لو سمحت عايزة أعرف من حضرتك ختان الأناس سنة ولا بدعة السؤال هنا عن ختان الإناس لما العلماء درسوا الأحاديث اللي وردت في ختان الإناس وجدوا حاجة مهمة جدا شرح عون المعبود العظيم أبادي لما نظر في الأحاديث اللي وردت في ختان الإناس قال إنه ما فيش حديث من الأحاديث فيها إلا وهو حديث مطعون فيه والأحاديث ضعيفة وكثير منها كمان أشد من الضعيف يعني إيه اللي حصل يعني ليس عندنا حديث صحيح في ختان الإناس إيبا دي أول حاجة لازم نفكر فيها لكن في نفس الوقت الإمام الإمام ابن المنذر قال إن الإجماع منعقد على إن الختان وختان الرجال إن الإجماع منعقد على ختان الرجال فالأحاديث اللي وردت في مسألة الختان وإن الأمة دي تختتن ده كلام على الرجال إنما الأحاديث في ختان الإناس لم ترد فسا كمان فيه معلومة مهمة جدا حتى اللي ورد في الكتب في بعض الكتب الأئمة في الكلام على ختان الناس ملوش دعوا بالختان اللي عندنا ده دلوقتي ختان اللي كان هناك حاجة تاني خالص وعليه يحمل إن الكلام اللي قاله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لأم أعطيها لو كان الحديث ده صحيح والحديث ده من جملة الحديث المتكلم في صحياتها إن دي كانت عملية ملاهاش علاقة بعملية الختان اللي عندنا دلوقتي إحنا عندنا أساس في الشرع الشريف إن التعدي على جسد الإنسان لا يجوز لا يا صح وإذا كان الإنسان ما ينفعش يجرح نفسه الإنسان ما ينفعش عوار نفسه لأن جسد الإنسان محترم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح والله سبحانه قاله فإيه اللي حصل فبساطة خالص وجدنا ما فيش حديثة بيقول إن الختان الناس صحيح طيب وبعدين فوجدنا إن إحنا دلوقتي أمام حاجة مهمة جدا جدا إن الأصل في التعدي على جسد الإنسان إن هو حرام طيب نعمل إيه؟ طيب أختان الناس عن نقول إيه؟ أختان الرجال خلاص وردوا في أحاديث فبان إن هو الفائدة والمصلحة من وراءه هو مسألة الطهارة ومسألة أشياء كثيرة جدا جدا بتتعلق بالرجال الإنس بقى لا ده فيه خطر شديد جدا 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 طيب يبقى فيه تعدي على الجسد وجوم الأطباء كمان أكثر الأطباء قالوا إن فيه خطورة بالغة من هذا الأمر فبالرجوع للأطباء وجدنا أن ختان الإنسان مضر ما حدش كلمني عن مضر في القضية الجنسية أنا أتكلم عن القضية الصحية القضية الصحية اللي هو فيه أخطار بيتعرض فيها الإنسان أخطار يتعرض بيها جسده وحياته فلذلك الذي استقر في الفتوى الآن أن ختان الإنس بهذه الصورة الذي نراها الآن هو ممنوع 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 ومجرم طب ليه؟ عشان ما فيه من خطورة وحديثة النبي لا ضرر ضراره إن جسد الإنسان جسد الإنسان محترم لا يتعد عليه ولذلك يبقى هذا الختان الختان الإنس ممنوع طيب طب إذا حتيجي إليه ده كلام بيبقى استثناء والأطباء اللي يقول كده لكن اللي إحنا فيه ده إن إيه حكم هذه العملية الآن العملية المعتدة دلوقتي لا ده ممنوع واحد يقول لي أنتوا جايين طول عمرهم الناس بتخلط الإنس إيه اللي جد يعني؟ اللي جد اكتشافت ضرر البالغ ده نفس اللي جد في شرب السجاية أو حد لما الناس شربت لما قلنا بحرمة شرب السجاية قلنا بحرمة شرب السجاية ليه؟ لشد الضررها فهذا نفس الكلام اللي بنقوله في مسألة ختان الإنس ختان الإنس شيء ضر جدا 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 وبقى قاتل فإحنا مش هنستنى إن الناس تموت بالعشرات وبالمئات عشان إحنا بعد كده نقول إن ختان الإنس ده واتماله شيء مضر لا خالص ختان الإنس ممنوع لأنه مضر ولم يرد حديث صحيح يفيد بحله كلام واضح ومش محتاج مواربة ومش محتاج إن الناس تيجي تقول أنتوا بتقولوا كده ليه؟ بنقول كده لأن حتى اللي ورد في التراث ليس الذي عندنا الآن يعني اللي ورد في التراث ده ده مجرد شق مش هذي الأمر الصعب واللي هو فيه نوع من أنواع التعدي على الجسد بهذه الصورة الشديدة اللي أنا شايفها في بعض الأحيان شنيعة مشوهة فعشان كده بتسأليني سنة ولا بيعدها لا بيقولك ده ممنوع ولذلك لابد أن احنا نلتفد لده ونقول الكلام ده بكل وضوح وكل صراحة نستمرين مع أسئلتكم مباركة عشان نجاوب عليها ونظل في مجالس العلم نقتنس بأنوار الله سبحانه وتعالى ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم المباركة اللي بتوصلنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا وبنستمتع وبنسعد وبنتنور وكمان بندخل على حضرة مولانا سبحانه وتعالى بأسئلتكم المباركة السؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماما عاملة مبلغ من المال صدقة جارية تصرف منه في أوجه الخير ممكن تساعد ابنها أو حفيدها في سادات الدين آه ممكن تساعده بالصدقة الجارية لأن دي من الزكاة اللي ممنوع أن هي تساعد بالفرع بتاعها وإنسافهم هو مسألة الزكاة لأن الزكاة واجبها يا كده كأنها بتصرف الزكاة ليها لكن الصدقة الجارية دي يجوز أن هي تعطيها لابنها أو حفيدها لو كانوا محتاجين وخاصة لو كانوا مليونين وتبقى تاخد ثوابين ثواب الصدقة وثواب كمان أيه القرابة فهي لو فعلت ده هيكون لها ثواب ان شاء الله ويكون ده في ميزان حسنتها وده مش معنى كده أن هي تصدقت على نفسها لا الأموال اللي بديها لأولادنا الأولاد اللي احنا بنعملها كده كل ده من أبواب الفضل وربنا نساء الله سبحانه وتعالى يوسع ويبارك فيجوز أن هي تعمل كده آه يجوز أن هي تدفع المال ده من الصدقة الجارية لو كانوا هم محتاجين إلى ده وخاصة زي ما قلنا في سداد الدين لأن سداد الدين ده كان من أهم أوجه الخير اللي كان فيها واضح أن حدث النبي كان بيوص بيها ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لئن أقرد مالي في مسألة سداد الدين لأن أقرد مالي لأحد عشان هو مسألة الدين ده وسداد الدين ده خاره من لي من أن أتصدق به فإيه مسألة سداد الدين نفسه مسألة مهمة لأن بترفع عن رقاب الناس الذل والمهانة والمساءلة والوجع والضيق والحرج فلذلك دفع الفلوس في سداد الدين من أوجه الصدقة الجارية المهمة ولو اديناها لأقاربنا هيكون دوت بيزيد من الثواب بيكون زواب الصدقة وكمان زواب القرابة السؤال البعد كده بيقول السلام عليكم بعد إذن حضرتك عندي سؤال أنا منفصل عن زوجتي من حوالي 13 سنة وفيه ولد كان عنده سنتين يعني ولد يعني ابنهم وأخذت الولد واختفت وأنا استمرت في دعاوة في رفع الدعاوة القضائية للرؤية دون فائدة يعني إيه اللي حاصل مفيش فائدة فما العمل لإني اشتقت الإبني العمل دلوقتي حكتين إن انت تستمر في البحث عن ولدك وما تتوقفش وتحاول توصل له بكل شتى الطرق ولا تهدأ واعتبر ده نوع من أنواع البلاء زي ما واحد يصب بمرض زي ما واحد يصب بأي نوع من أنواع البلاء وأنا مقدر ده لأننا بقدر جدا جدا شعور الأباء بأنهم يحرموا من أولادهم وخاصة لو كان في بعض الأحيين هو ملوس زنب في اللي حصل ده هو بيحس بالمرار وبالعنت وبالتعب وبالضيق وبالحرج فأنا أول حاجة هدعي لك إن ربنا سبحانه وتعالى يجمع شاملك بابنك في أقرب وقت إن شاء الله ويطمئن قلبك الأمر التاني بوجه كلام للزوجة الفاضلة يعني هذا لا يجوش شرعا هذا حرام هذا نوع من أنواع ولا أعزوا بالله الظلم مهما كان الخلاف اللي بينك وبين زوجك على فكرة هو من الظلم بس لزوجك أو من الظلم بس لطليقك لا هو الظلم كمان لابنك الأولاد محتاجين للأباء لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فالتربية مسؤوليتكم مسؤوليتكم منتو الاثنين حتى لو حصل انفصال ونزاك إلا حاصل الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم فاللي حاصل إن دوت مفوش إحسان إن واحد تأخذ الولد وتهرب به هو ما يعرفش عنه أي حاجة فدوت لا يجوش شرعا حرام حرام إن في حد يعمل ده فاتق الله في نفسك واتفق الله في ابنك أنت كده بتأذيه وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دراء ولا درار وانت كده بتحرمي حد من ابنه وبتحرمي ابن من أبوه فدوت حرام ولا يجوش شرعا واتقل الله سبحانه وتعالى وما تخليش الولد أدالة لانتقام كده انت ما خلتهوش ابن ما خلتهوش إنسان انت خلته كأنه قطعة كأنه لعبة بتلعبي بيها انت كده بتأذيه هو سيظل في حالة زعر وخوف وإحساس بأنه هو لازم يعرف من أقرب الناس إليه وانت لو كدبت عليه إن ابوه مثلا توفي أو ابوه مش موجود في الحياة ولما يعرف يكون علاقته بيك إيه احنا بنعود بنعمل الحاجات دي من غير ما نحسب وزيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دانا نفسه وعملا لما بعد الموت لازم تبصه لقدام بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معزيرة يعني انت ما تقولي أصلا انت مش عارف عمل فيه أبدا هذا من النفس الأمر بالسوق هو ما عمل فيك لكن هو من حق من حقه من حق مين من حق الطفل حق ابنك انه هو ينال الرعاية الأبوية انت مش هتقدري توفر له هذه الرعاية اللي تكون من أبوه فلذلك ده من حقه انه هو يعيش في رعاية والده فأنت سألتني أعمل ايه أنا أقلت لك تستمر في البحث عن ابنك وتستمر في انك انت تعتبر انه دوت شكل من أشكال البلاء اللي انت محتاج تصبر عليه وانا خطبت زوجتك انه تتقل الله سبحانه تعالى فيك وفي ابنها وان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يشح صدرها وكمان ترد ابنك ليك وتكونوا ان شاء الله انتو الاثنين يد واحدة لكي تحفظوا على ابنكم ان شاء الله كنت عايز كنت عايز أسأل حضرتك السؤال اللي بعد كده بيقول كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة أنا واحدة خمس سنين وتقدمت ليها ما حصلش نصيب وبعد كده هي تخطبت لحد وهي وهتتجوز في أقل من سنة هي ما حبتوش وانت مالك هي ما حبتوش أنا بحاول أنساها ربنا يعينك مش عارف ولا هي عارفة تنساني أنا تعلمت عشانها أنا والله دايما بدعي لها أن ربنا يرزقها بالشخص الصالح ربنا يفرح قلبها يا أخي انت دلوقتي بتعمل ايه انت بتقول تقدم لها وما حصلش نصيب وبعد كده هي تخطبت لحد وهتتجوز في أقل من سنة حضرتك مالكش دعم حضرتك مالكش دعم هي دلوقتي مخطوبة أرجوك بلاش الحكاية دي حكاية أن أنت تشغل واحدة هي عايزة تمشي في حياتها أنت لما تعمل كده أنت فاكر كده أن أن سلطان الحب سلطان لا يقاوم لا يا سيدي أنت أصلا عندك بيئة مش مناسبة عشان أنت تتجوزها أهلها مش مفقين وانت كمان في تعسرات وانت بتقول دلوقتي أن هي هتتجوز أقل من سنة وهي لا بتحبه وهي مش عارفة إنساني وأنا مش عارفة أنساها ليه أنا ليه بقى أكلمك ده لأن اللي قدامي ده حالة من حالات الولع غير غير مبرر أنا دلوقتي بقدم استشارة أنا شايف أن انت شارعا طالما هي في الخطوبة دي والخطوبة دي ما تفسختش انت ما تدخلش وما تفسدش الخطوبة دي ولا يخطب أحدكم على خطبتي أخي فأنت لابد إن أنت تتناح يا أخي سيبي الأمور تمشي فإذا فرسقت الخطوبة وعايزين أهلها رضيين وانتوا مع بعض حصل التوافق أهلها سهل بس هو واضح إن في حاجة أساسية خلت الموضوع يبقى صعب فأنت ما تتغفلش ده ما تتغفلش إن الموضوع صعب لسبب تاني خالص غير سبب إن أنتوا لاتنين ما حصلش نصيب أنت بتقوله ما حصلش نصيب بقى لك عدتوا خمس سنين بتحبوا بعضهم ما حصلش نصيب يعني ما حصلش نصيب إن أنتوا ما توافقتوش هل ده تغير طب حتى ده لو تغير هي مخطوبة دي الوقت لما تتفكر خطبتها أنت تعالى بقى قيم نفسك أنت فيك حاجة تغيرت ولا أنت حاسس بأن هي ملكك وحاسس أن أنت قلبك اتعلق بيها وخلاص كل الحاجات اللي أنا شفتها من الحاجات اللي زي دي كتير لما بيتجوز ويشوف إن زوجته زيها زي باية النساء باية النساء يعني إيه هي لها مطالب هو بقى اللي بيقول كده زيها زي باية الستات يحس أنه ده هي ده اللي أنا ضحيت علشانها هي ده اللي فضلت من استنيها هي ده ومفتكر أن هي إيه أن هي هتكون فقط هي موجودة عشان هو يسعد بس فلا ممكن لما هو بيروح يتجوز ما بيبقاش فكرة أنه أنت تسعد بس أن فيه كمان أسرة بتتكون وفيه مولود جديد مش اللي هو هتخلفوه لكن مولود جديد يسهل أسرة فأنا رأي رأي بسيطة خالص أنت تعالى واذهب وقحي نفسك لتكون مقبل على الزواج وافهم الجواز بطريقة تانية خالص مش هيخلي الجواز عندك هو مسألة مشاعره بس الجواز ليس ليس بالمشاعر يكون الإنسان قادرا على الزواج فقط مش معنى كده المشاعر تهمة المشاعر بس هي بتوقد حرارة القلوب لكن الحقيقة الزوجية بتحتاج إلى إدارة فلو أنت مش قادر تدير نفسك هيبع عندك مشكلة جدا 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 بعد كده في حياتك الزوجية نفترض أن يزوجتك الزوجت اللي أنت بتحبها وده بيحصل كتير فما لقيتهاش بتديلك شعور الحب أن أنت تحبها وإيها تحبك هتضطر تعمل الكلام ده وتمع حد تاني فعشان كده بقولك دلوقتي أهل نفسك وحاول تدوي نفسك وحاول تلعالج نفسك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ويبتح عليك وهيبارك لك وهيجعلك إن شاء الله في خير حال صدقني الوقت اللي أنت فيه ده لو بتسألني النصحتي لو سمحت روح وببساطة خالص ابتدي أهل نفسك عشان تكون زوج تستطيع أن أنت تقوم بمهام الزوجية إنما أنك تتعلق بالحبال الدايبة مش هو ده حال الناس المتزنين ولازم تبقى أنت قد مسألة الاتزان لأن الزواج بدون اتزان نوع من أنواع تدمير حياة الناس فتعالوا نتزن وتعالوا نكون مع الله سبحانه وتعالى أو ده شكل من أشكال الإنهاك اللي أنا مش عايزه لإبني ليه طيب لأن من كتر من الحاجات اللي بتجيب لنا إنهاك إن أنا نرفع سقف توقعاتي وأفضل ماسك في سقف التوقعات ده أو أفضل أحلم بحاجة وهي في الحقيقة ربنا قسم لي بحاجة أحسن منها من يوم مرة خلونا خلينا ناخد بأسباب الاتزان وخلونا دايما نتعلم حياة جديدة زي ما تكلمنا إزاي نتخلص من الإنهاك خلونا كمان نشكر نعمة ربنا خلونا نعرف إن الحياة لسه فيها وسع وخلونا نجتمحنا وأولادنا ونقعد ونتكلم عن حاجات جديدة في حياتنا خلونا كمان نعمل حاجات مبهجة في حياتنا عشان نتخلص من الإنهاك أكيد الله سبحانه وتعالى هيكون مددنا وسندنا ويخرجنا من أي إنهاك لأن إيه الإنهاك ده اللي احنا ممكن يحصل لنا وإحنا بنقول لله إياك نعبد وإياك نستعين كلمة إياك والكاف في إياك تحسسك بأن أنت عبد آمن عبد في حفظ مولاك عبد ما ودعك ربك وما قاله الباقي معك ما ودعك أليس الله بكاف عبده يا رب أمنا بكفايتك وأمنا برعايتك ودخلنا في حمايتك فاللهم لا تحرمنا ولاياتك واجعلنا يا ربنا ممن يتأخنون بقربك ويرون مددك ويذوقون حلاوة نعمتك في كل وقت وحين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل اليقين بأنك يا مولانا تتولانا في كل وقت وحين يا رب العالمين